مساء الخير ومساء الخير مشاهدين قناة النهار شكراً إذن إفتتحتهم موسم الاستياف اليوم على مساوى ولاية الطرف تدبير وإجراءات تم اتخذتموها لتحسين أداء وضمان راحة المصطفين ما مدعاً جاهزية الشواطئ وكل المؤسسات الفندقية لاستقبال المصطفين شكراً إذن فيما يتعلق بفتتاح موسم الاستياف اليوم 22 جوان قمنا بفتتاح موسم الاستياف على مستوى ولاية الطرف على غرار الوطن إذن التدبير التي تم اتخاذها هو على مستوى ولاية الطرف أنه قمنا بالتحضير لهذا الموسم بداية من سبتمبر الفارض أي سبتمبر 23 وإنخذينا كل تدبير ملائم الإجراءات لتهيئة هذه الشواطئ والتي عددوها 17 شاطئ كان 17 شاطئ سنة 23 وفي 24 أصبحت 19 شاطئين مسموحين للسباحة أي الولاية بشاطئها الطولية اللي قدر بـ 90 كيلومتر والتي عندها 19 شاطئ مسموح للسباحة كل هذه الشواطئ تم تهيئتها يعني على مدار يعني من 8 أشهر عمل تم تهيئتها تفير كل تدبير يعني كل أسباب الراحة للمواطن لكي يلقى راحته في هذه الشواطئ يعني خاصة نذكر منها فتح المسالك تهيئت مراكز الأمن وكذا مراكز الحماية المدنية هذا من جهة الشواطئ بالإضافة إلى أن الولاية معروفة بأنها عندها غطاء غابي مهم ليقدر 62% من المساحة الولاية وإن حضرنا أربع غابات للاستجمام والراحة للمواطنين وإن تم تهيئتها يعني لاستقبال المواطنين طيب سيد الوالي الجزائر وجهة سياحية بامتياز سواء من قبل السياح المحليين الأجانب ومن أبناء الجالية الجزائر المقيمة بيا الخارج وولاية الطارف من بين الولايات التي تعرف تدفق كبير للمصطفين ماذا عن طاقة الإيواء هي طاقة الإيواء يعني كانت قبل 2264 سرير يعني زدنا في يعني كنا عملنا مجهود خاصة مع المستثمير الخواص وين قمنا اليوم بفتح يعني استعملنا رخص الاستغلال لمنتجع سياحي بالإضافة إلى فندق وين نحن نزيد يعني طاقة الاستيعاب يعني تلحق حتى الـ 3200 سرير بعدما كانت 2264 سرير في السنة الماضية يعني كل هذه المجهودات يعني هي تصبح في طارق أو في هذا الوحد هو توفير كل أسباب الراحة للمصطفين سواء من داخل الوطن أو من خارج الوطن إن شاء الله شكرا جزيلا لك وبيتوفيق إن شاء الله سيد محمد مزيان والولايات الطارف شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة شاهديني بهذا نصل إلى اختم هذا الـ